أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من علاقات ثنائية أخوية راسخة والتي يحرص حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله على مواصلة تطوير أفقها بما يتسق مع حجم الروابط القوية التي تجمع البحرين والإمارات في مختلف المجالات جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في قصر الشاطئ وذلك في إطار زيارة سموه لأبوظبي للمشاركة في مؤتمر فكر الخامس عشر الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي تحت عنوان التكامل العربي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأكد سموه على الدور المهم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم العمل الخليجي المشترك وتنمية مساراته نحو تحقيق المزيد من التكامل والسير قدما نحو تطلع المنشود وحتمية التكامل بين الدول العربية والاستفادة من الإمكانات والفرص التي تشكل كيانا تنوويا واقتصاديا كبيرا مشيدا سموه باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر فكر الخامس عشر فهي أهل دوما لاحتضان مثل هذه المنصات العربية ذات المرامي العالية وقد أبلغ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أخيه صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوات المسلحة بنقل تحيات جلالة الملك المفدى حفظه الله لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة أو رئيس دولة الإمارات وتمنيات جلالته للدولة الشقيقة المزيد من التقدم والنماء من جانبه رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لأبو ظبي منوها بعمق روابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر